السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيكم عاملين ايه? يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. ان شاء الله كراءة جديدة وحصرية على قناة اسرار العالم الروحاني لمواليد برد الحوت. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. اتمنى من اخواتنا في الله يدعمها الفيديو باللايك. وتنساش اخي الكريم تشترك في القناة تفعل زر الدرس ليصلك كل جديد. واخر الكراءة هنختار رسالة من الرسالة ونشوف رسالة برد الحوت شو بتكون. نبدأ في الاستخارة لمواليد برد الحوت. بسم الله الرحمن الرحيم. صورة الاعراف. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام علي الحبيب المصطفى. قبل ما نبدأ سيب لكم لينك في صندوق الوصف. آآ لفتح البصيرة والتواصل الروحاني وفتح. على بواب المغلقة. بسم الله الرحمن الرحيم الكاش. يا برد الحوت. الحظ معك يا حوت. شايفك هتاخد قرار مصيرا? او بدك عايز تاخذ قرار مصيرا هيغير حياتك. يا حوت شايف عندك سفر مفاجئ. سفي سفر مفاجئ. شايف بدك برضو تاخذ آآ هيدا القرار ليك فترة. عراكة بتتواصل مع شخص مهم بالخارج. وهذا الشخص عايز يدعمك او يساعدك بامور مختلفة. بالعمل. بسم الله الرحيم. شايف برضو الوضع المهنة. شايف باب الحص آآ والنجاح والمال. والعمل موجود وكبير بازن الله. فكرت صح يا حوت. بعد التعب. ومجهود. ودراسة والسهار. صار وقت تقطف تعبك. ومجهودك. شايف آآ بدك هتنجح وتزبط نفسك. اكسر بالسفر. للخارج بازن الله. شايف عندك معارضين. وعندك الدعم المطلوب من الاهل والمقربين. صلي على الحبيب البصطفى. شايف امورك آآ تمام. الحمد لله. بنخافش عليك وضعك المالي. الحمد لله بخير. شايف آآ صار وقت انك تحط مسمى للعلاقة العاطفية. يا حوت بدك تأخذ خطوة. بخصوص ارتباط مع الشريك. وبدك تشرح وضعك للشريك بقلب بيتك. شايف في فرحة من قبل للاهل. بخصوص السفر بازن الله. وشايف دمعت بعيون الابوين. بس شايف عندك فرحة. ونجاح. وتفوق. قول يا رب. قول يا رب. وشخصيتك اليومين. آآ شاف السهر مع الاهل والمقربين. ليك. بدك تكون مرتاح. صلي على الحبيب المصطفى. بسم الله الكش. شيء دميل قادم ليك. وتعوضات الهية قادمة. خير واسع. وافراح. ونعم. هناك اخبار جميلة. سيكون الفرحة ليك قادمة بازن الله. استقبل البشرى وقول يا رب. استقبل البشرى. بالصلاة على الحبيب المصطفى في التعليقات اخواتي في الله. بسم الله الكش. شايف بركة في الرزق. وتركية تخص آآ عملك. ونجمك يلمح في العمل. حوت. في شيء مفقود منك بتدور عليها. بجاله شهور. رح تلاقي. في قرار آآ بتاخذه يخص عملك. وهتلاقي دليل يؤكد ان قراره صح. ارى شخص بيحبك. بيزداد غلاوة. تدوم محبتكم وانت بتحبه هذا الشخص. في مواجهة هنا مع غريب يريد ازاليك. لكن ربنا معاك. وينصرك عليه بامر الله. يحوت انت ندمان على كلام او على فطفضة ولته. وانت معك حق. خلي بالك من كلامك. بلاش تظهر اللي في عقلك. ويبقى على لسانك. في مفاجأة حلوة هنا. آآ مفاجأة حلوة. غير متوقع. ممكن اقول هدية قيمة. قريبة منك. من شخص غالي عليك. في استلام آآ ورقة او وسيكة حكومية مهمة. تخص مجال العمل او الرزق. تخص مجال العمل او الرزق. عندك ندر آآ ولازم توفيه. لازم توفيه. امور رق خير. في خبر حلو خلال ساعات او ايام. هتفرح. في اموال برضو آآ غير متوقع قاد مليك بازن اللي واحد للأحد. لديك بشرة وفرحة. في خلال ايام قليلة. شخص يحبك ويراقبك عن قرب. ورا شخص نادم على فراغك. شخص نادم على فراغك. بسم الله. اللهم اصلاة على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق. بسم الله اللازل اغلق مع اسمي. استعد بالفرحة القاد مليك وانفراد. واللي كان نمزع عليك وتعباك الطاقة السلبية رح تنتهي بفضل الله تعالى. كل الطاقات اللي كانت تعباك والسلبية رح كلها رح تنتهي من عندك بازن الله تعالى. اللي انا شاف البعض كان بيعاني من خنقة او حزن. البعض قلبه موجوع او تخزل من اشخاص مقربين. هرى منكم يحوط محتدين شخص تتكلموا معاه او يطبطب عليكم. جواكم حادات كتيرة نفسكم تتكلموا فيها. مش لقين الشخص الصح اللي ترمو حمولكم عليه. بس جاية فرحة. هتنسيك الوجع اللي حصل معاكم او اللي حصل لكم انتم. عشتم في الماضي ايام صعبة. عندكم البعض مشاكل او بعض سمع كلامه ضايقه جواكم. بس نومين على التغير للاحسن. وبرضو البعض موضوع بسبب العاطفة. حصل انفصال مع الشريك. ربنا هيحكيك لكم امنياتكم الايام القادمة حلوة جوية. وفيها فرحة. هتنسيك الماضي. في حد هيظهر للبعض هيغير حياتكم ده الاحسن. وان شاء الله ربنا يبعات لكم الشخص اللي يقدركم. في زواد اه للبعض منكم. والبعض الاخر هيدخل في كسة حب جديدة. زواد للبعض منكم. والبعض الاخر هيدخل في كسة حب جديدة. فضلا وليس امر موضنين معنا. ادعموا الفيديو باللايك اخواتنا في الله. في شخص اه هو سبب معاناتك. غدر بيك. وطريق صعب بتمر بيه. ولكن انت منتصر. وهتخرج من معاناتك. في لقاء بشريكك. او مكالمة هتديلك منه عن قريب. في قرار اه هتاخده. هيكون صح. في منافقين حواليك. منافقين حواليك. بيتمنوا خربيتكم. في هدية. اه هدية قيمة داية للبعض منكم. والبعض الاخر في موعد غرامي. مفاجئ. من شخص يحبك. في شخص جديد مشاعر اتجاه غريبة. وعشق لا ينتهي. وبيحبك. ولبعض زواد من بردن. ناري او مائي. بسم الله. للمنفصلين هنا في فرحة اه من شخص زو منصب. شايف شاركك حائر بامر علاقتكم وخايف. في هنا اموال غير متوقع قادمة ليك. ابشر. لديك بشرة وفرحة خلال ايام قليلة. في شخص يحبك ويراقبك عن قرب. بس العيون واضحة. مش سايباك في حالة. محسود من اقرب الناس ليك. احزر. وش غصارة? ابشر? ان شاء الله الفرح قادم ليك بازن الله تعالى. ارى تحقق امنيات غالية على قلبك وتغير عتبة وتخليص اوراق من جهة حكومية. ارى في اكتشاف امور وحقائق حواليك. هتكتشف اللي حواليك. في ناس خايفة من بكرة وبعدها بتفكر في اللي جاي براش تفكير ويسيبوها على الله. سيبها على الله. اللهم صلى الله على سيدنا محمد الفاتح لما اخرق. بسم الله. فضلا وليس امر الموضدين معانا اخواتنا في الله. ادعم الفيديو بياي اللايك. فضلا وليس امر. شاف في تغير جزري. رسالتك بتقول لك في تغير جزري. عندك نصرة. الرجوع حقوق. كانت ضحة. ربنا. هيطلع لك الخير من وسط الازمات. حتى لو انت مش شايف الخير دي. في خير دي لك كتير. صدقني. هتلاقي الحلو طلع لك فجأة. من حيث لا تجري. اسم تعالى ربنا. واستقوبيه. لانه قوي. وهيقويك. وهيخليك. استعيد طاقتك. وقوتك. ووعتك لك. ربنا مش هيخزلك. بسم الله الكشف. بسم الله سيدنا محمد. لان اراك قلقان لا تقلق. لا تقلق. سيبها على الله. بسم الله الكشف. لان في اه هنا تغير جزري وقرارات مهمة. ومفاجآت ليست في الحزبان. وضربة الحز هتكون معاك. والمال. اراك لقائك هنا بشريك. وبداية حب. وللبعض منصب او سفر. هبشر بفضل الله تعالى. في امتلاك هنا شيء وتوسيك عقود. او شراء شيء وتوسك عقود. في حبيب عايز يردع لك. ويصالحك. في حبيب عايز يردع لك ويصالحك. بسم الله الكشف. 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 اللهم صلى الله لحبيب المصطفى. في فرحة برضو ديالك من غير ترتيب. وعوض من ربنا ليك. في ندم احد الاشخاص اللي ظلموك او استغلوك. او افتروا عليك. رغم ندمانين. هذا على اشخاص ندمنين. لديك بشرة حلوة. انت منتظرها. انت منتظر هاي البشرة. في نجاح كبير في طريقك بفضل الله تعالى. الله مصد الله سيدنا محمد. كلامك الفترة دية فيه سقة اكتر. اراقع في عتاب او اعتزار وصلح مع ناس قريبة من قلبك. اراكم بالصحة وبعض. هتكون في عتاب والصلح ما بينكم. او مصد الله الحبيب المصطفى. ما تجلقش فيه انتصارات قريبة منك. وحل المشاكل. كانت بتسحب في طاقتك الفترة السابقة كلها. خلاص بامر الله تلحل هاي المشاكل بفضل الله تعالى. في ناس في حياتك او في اشخاص او شخص في حياتك سببو لك معناه كثيرة. عارف انك مهموم وبالك مشغول وعليك ضغط وقلق وتعب وتوتر. في شخص في حياتك قريب منك جدا وانت بتحبه. لكن مش عارف تفتح مع كلام حاول تفتح مع كلام لانه بيحبك. في سديا وورقة رابحة بتساعدك ماليا. في بشرة خير قريبة منك. في بشرة خير قريبة منك. في زواد هنا للبعض منكم. والبعض الاخر دخل او في كسة حب. في كسة حب جديدة. في اوراق مهمة لازم تخلص خلال هاي الايام. لانها تخص الرزق. ولاش تتكلموا اه قدام حد عنها الفترة هاي. في اسرار هتزهر ومفاجآت تخص الشريك. وفيه انفصال عن علاقة مؤزية. وربنا يبعد عنك كل شيء. في دراسة او تدريب يخص يخصك. لازم تثبت كفاءتك فيه. لانها هتنقلك لمكانة افضل كتير. وتسهل امر يخص مشروع جديد على الابواف ان شاء الله. هل شاء ارى منكم اتفادأت اه انت بمقر عزيز عليك? وكانت غلطة منك. انك امنت له. على اسرارك. وهذا الشخص ده ربنا هيجعله بعيد عنك. الفترة القادمة. ارى فيه لقاء مهم يخص المال او الدراسة. لكن انت مش مرتاح. ما تقلقش ربنا يسهل لك الخير. ربنا يسهل لك الخير. فيه عاني ملزماك وبتأذيك. وانت ما تعرفش. فيه رسالة او مقالمة. حلوة. هتفرح قلبك قريبا. رسالة او مقالمة حلوة. هتفرح قلبك. هترزق بمال غير متوقع عن طريق العمل او زيادة راتب. فيه استقرار علاقاتك مع الحبيب. وهتبدأ فيه علاقة رسمية وسط الاهد. وتتوجه بالفرحة. فيه صدفة ومفاجئة غير متوقع. وكشف اسرار. هتفرح بيه. لان ظنك كان في محله. هتمر بفترة اكثر ضقة. وصعوبة احتد منك. عدم المخاطرة والتسرع في مجال عملك. في زميل ليك بالعمل يحاول التقرب اكثر ليك. ويعجب بسيرتك الطيبة. ويحاول ان يكون صديق ليك. بسم الله. في نقلة من مكان لمكان. او شراء منزل. بسم الله. استعدوا للفرحة القادمة بفضل الله تعالى. اللهم صلى الله سيدنا محمد. اكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. في اكتشاف سر. وفتح كلام قديم. وظهور حقائق. هي في مصلحتك. هي في مصلحتك. لديك بشرتين احلى. واجمل. من بعض. هيفرح قلبك. ويرد روحك ثاني. من اول جديد. عن قريب. بسم الله. وصلى الله على سيد محمد الفاتح للمغرق. شاف الفرحة قادمة ليك. الفرحة قادمة ليك. شاف في نجاح كبير في طريقك. انت على موعد مع ضحكة من القلب. ارى شخص يحبك احزر خسارته. احزر خسارته. في خير كثير هيجي لك هيغير حياتك فوق ما تتوقع. بإذن الله تعالى. رحمة صلى الله على حبيب المصطفى. في حدث مفرح ومساعدة مالية برضو. ارى نقل ونعود من مكان لمكان. في مكالمة من شخص قاطع التواصل معاك. في شفاء من احد مريض من اقاربك. في شفاء لي بفضل الله. الله سوف يفاجأك بان يحيي روحك من جديد. الاشخاص المناسبين في طريقهم ليك. سوف يحدث كل شيء فجأة لانك تستحق ان ترتقي. وحان الوقت لذلك ربما فعلت كل ما بواسعك. ولم يتغير شيء ولكن الغير متوكع سيحدث بفضل الله تعالى. ان شاء الله الخير قادم ليك يا حود بفضل الله. اللهم صلى الله سيدنا محمد. في مكالمة مهمة الفترة دي. فيها اخبار تخص المال وسفر. وحل مشكلة تخص العمل او علاقتك بالحبيب. هاي المكالمة. في مقابلات مع الاسرة او اجتماعات بفضل لله. فرحة ما بينكم. بسم الله الكشف. ابشر بي الخير واستقبل البشرة بي الخير بفضل الله. بابك الحزن واطقات السلبية هينقفل وهينتهي بفضل الله تعالى. لان هذا تعبت من هذا الطاقة السلبية وحاولت تخلص منها كثير وما كنتش عارف. تخلص من هاي الطاقة السلبية. رح تخلص منها بفضل الله تعالى وتفتح لك الأبواب. لان في حال مشاكل كبيرة كانت هي اللي مدمر حياتك. رح تنحل. وهتسد الديون بفضل الله قريبا. والمريض اللي عندكم او عندكم شخص مريض رح يشفى بإذن الله. ورؤيتك يحوط للأمور اللي حواليك صح. وتوقعاتك في محله. ان شاء الله هيتغير كل شيء في الصالحك انت. في خبر حلو قريبا منك قدما الخطوة وهذا الخبر رح يفرح قلبك. رح يفرح قلبك بمولود. مولود جديد. في طاقة إيجابية قادمة ليكم. واحساس بالقوة. في مفاجأة حلوة من شخص غالي عليك. وفي اعترافات بالحب ليك. او ربما صداقة او علاقة عابرة. هتتحول الى موضوع جديد. يعيد الى حياتك. بعد التحب اللي مريد به. رح ينحل كل شيء عندك. ديالك فرحة من غير ترتيب. وعوض من ربنا بعد كل التعب اللي حصل في حياتك. كل شيء سيغير في لحظة لصالحك. ان شاء الله. في مبلغ مالي. محترم كد تكون مكافأة او هدية. او رد عدية او رد عدية. ومصر الله على سيدنا محمد. بسم الله الكش. استقبل الخير بفضل الله تعالى. واكسر من الصلاة على الحبيب المصطفى الاستغفار. خد استغفروا ربكم انه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا. ويمددكم باموال وبنين. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. بسم الله الكاشر. ان شاء الله ديالكم الفرحة من غير ترتيب بفضل الله تعالى. اللهم صلى الله الحبيب المصطفى. ابشر. ابشر بي الخير ان شاء الله. القادم هيكون احسن. انت على موعد مع ضحكة بفضل الله تعالى وفرحة. بسم الله. بسم الله. بسم الله. هتفرح بيها. هتفرح بيها. هم صلى الحبيب المصطفى. بسم الله الكاشر. في هنا قريبك او احد قريب في المحاكم في اوراك في المحاكم رح يخلصها. ان شاء الله تخلص على خير بفضل الله تعالى. فيه رد فعل من غريب. هيسعد قلبك. هيسعد قلبك. هذا الرد. هناك شيء تريده بشدة. لكن لديك اولويات اخرى جعلتك تنسى. هتكتشف في اكتشاف السحر في بيتك وامرأة من دمك تغير منك. هتكتشف هذا السحر. فيه علاقة سامة تخرج منها وهو اللي خسرها. وندمان عليك يا حق. أرى البعض هنا حبيب متجسس بمساعدة امرأة. وأرى فيه كشف معلومات عنك. فيه رجوع حق ونصره بعمل. أرى استنام منصب أو ترقيد. ورفع إبلوك. للبعض هنا حواليك مرأاتيا على هيئة الشياطين. واحدة من دمك. والثاني عاشك الشريك. اتظلمت من اقرب الناس ليك. أزيتك بالسحر المرشوش وأعراضه هذا تكلمنا فيه. كدمات في الجسم أو نفضة في الجسم. أو نفور من الشريك. أو خربيش. وقلق وتوتر. فيه هناك شيء ستجده فقط من فترة. شيء ستجده. فيه شهرة للبعض. شهرة للبعض. وإسم سيلمع في مجال العمل. إن البعض احذر من شخص يستغلك ماديا. فالبعض كشف أسرار عنك من شخص متعدد هذا الشخص. متعدد العلاقات. لأن منفصلين شخص غني يطرب بابك. أو دخول علاقة حب جديدة. استغل لها الفرصة. واستجاب هذا عوض من ربنا لأنك لا انتظرت كثيرا. كول يا رب. كول يا رب. فيه منكم برضو فيه رجوع. للشريك زواد. وفيه منكم منه ليه رجوع للشريك. مرة أخرى. هذا توقعات برد الحوت أخواتي في الله. تمنى من أخواتنا في الله. فضل وليس أمرا. يدعم الفيديو باللايك. وإن كنتم لم تشتركوا في القناة. فلاشتركوا في القناة وفعلوا زر الدرس ليصلكم كل جديد من أسرار العالم الروحاني. وأكثر من قراءة صورة العراف بنيات فتح الأبواب المغلقة. وهسيب لكم في صندوق الوسط لفتح الأبواب المغلقة وفتح البصيرة إن شاء الله. وإن كنت بتعاني من السحر أو المس أو الحساد أو أي شيء من الطعام. لا تخلق القناة من الزل دميع الطرق من العلادات الروحاني بفضل الله. لا تنساش أخواتي الكريم تدعم الفيديو باللايك. وتشترك في القناة وفعل زر الدرس ليصلكم كل جديد.